عززت وحدات من القوات الأمنية والشرطة الأمريكية انتشارها في المناطق الرئيسية بمدينة نيويورك تحسبا من أي هجمات انتقابية إيرانية بعد أن أدت غارة جوية أمريكية إلى مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وهو الذي كان على رأس القائمة الأمريكية للمطلوبين الإرهابيين عمدة المدينة بلد بلازيو أكد في بيان له أن المدينة ستتخذ جميع الاحتياطات الأمنية ضد أي تهديد إرهابي لفدرة طويلة قادمة نحن في هذه المرحلة في حالة حرب فعلية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لا أحد مننا يعرف كيف سينتهي الأمر لا يجب تذكير أحد بأن مدينة نيويورك هي الهدف الارهابي الأول في الولايات المتحدة لذلك علينا أن ندرك أن هذا سيخلق سلسلة كاملة من الاهتمالات الخطيرة لمدينتنا تسببت الغرة الجوية الأمريكية بردود أفعال متبينة بين أعضاء الحزبين الرئيسيين في الكونغلس الأمريكي فبينما رأى المشارعون الجمهوريون في مقتل سليماني تحقيقا للعدالة لعشرات العائلات العسكرية الأمريكية التي فقدت أبنائها في العراق وكذلك إقابا على العنشطة الإيرانية العدائية عموما في شرق الأوسط أعرب المشارعون الديمقراطيون عن قلقهم من أن تؤدي تلك الضربة إلى مزيدا من التوترات في المنطقة لقد تم إبعاد مهندس أكثر دول العالم نشاط في رعاية الإرهاب من ساحة المعركة على يد جيش الولايات المتحدة لقد انتهت الآن خيادته الإرهابية وزارة الخارجية الأمريكية حذرت مواطنها من البقاء في العراق وطلبتهم بالمغادرة على الفورة فيما أكد البنتاجون أن الضربة الأمريكية هدفت في المقام الأول لرادة خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية الضربة الجوية الأمريكية تحولت إلى عنوان رئيسي لكافة وسائل الأعلام الأمريكية التي تنوعت التحليلات المنشورة فيها بين أثار مقتل الجنرال الإيراني وانعكاساته على الداخل والخارج فيما ذكرت أخرى أن سليماني كان يعمل بنشاط على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين وعضاء الخدمة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة وهو المتهم من قبل الإدارة الأمريكية بمقتل المئات من أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف جميع الاحتياطات الأمنية اللازمة تخذت في نيويورك وضواحيها لمنع أي اتداء إرهابي انتقامي من إيران أو وكالائها فيما تحول مقتل قاسم سليماني إلى حديث سكان المدينة الذين عانوا مرارا من عمليات إرهابية حصدت معها الكثير من أرواح الأبرياء حسين برهيم للإخبارية نيويورك